فرحة الفوز والتربع على عرش البطولة شعور لا يضاهيه ثمن، فإلى جانب أضواء الشهر التي ستسلط أضواءها نحوهم، في المقابل ستفتح حدة أبواب للمنح المالية والمكافآت غير النقدية والرمزية التي تنهمر على الأبطال المتوجين في الأولمبياد لإنجازاتهم وجهودهم المبذولة. فكما هو معتاد تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بتكريم الفائزين بالميداليات فقط ولا تقدم أي جوائز مالية، وفي المقابل تبادر العديد من الدول بتقديم مكافآت مالية لفرقها الرياضية مقابل عدد الميداليات التي فازوا بها في الأولمبياد. فبعض الدول خصصت مكافآت مالية سخية لصاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في توكيو، فيما نجد التفاوت ما بين دولة وأخرى في قيمة هذه المكافآت وخضوعها للنظام الضريبي. فاللجنة الأولمبية الأمريكية تصل مكافأتها إلى 37500 دولار لكل ميدالية ذهبية، وتكون هذه الجائزة غير خاضعة للضريبة ما لم يبلغ الرياضيون عن إجمالي دخل يتجاوز مليون دولار. وفي المقابل، تكافئ سنغافور أصحاب الميداليات الذهبية بجائزة مالية تفوق المكافأة الممنوحة للرياضيين الأمريكيين بنحو 20 مرة، أي بمبلغ يصل إلى 737 ألف دولار وهي خاضعة للضريبة، والفائز بها مطالب بإعادة جزء منها إلى اتحاداتهم الرياضية الوطنية للتدريب والتطوير في المستقبل. وإلى جانب هذه المكافأات، يعتمد الأولمبيون على مصادر منوعة للإرادات المالية خلال مسيرتهم، فبعضهم يتلقى من الدول الأكثر قدرة على المنافسة رواتب أو منح تدريبية من اتحاداتهم الرياضية الوطنية، فيما يجمع أصحاب الأداء الأفضل جوائز مالية عن طريق الفوز بالبطولات الوطنية والدولية.